تسعى الدولة لتخفيف من حدة الموجة التضخمية العالمية في ظل الأزمات العالمية المتشابكة وما ترتب عليها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة عددا من التدابير والإجراءات التي أسامت في توسيع مضالة الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين حيث تم أنفاق 490 مليار جنيه في برامج الحماية الاجتماعية للعام المالي 2022-2023 منظومة حماية اجتماعية شاملة شرعت الدولة في بنائها على مدار السنوات الأخيرة من خلال استراتيجيات اقتصادية واقتماعية وصحية متكاملة تقسد أهمية هذا الملف وأولوياته جهود كبيرة بزلتها الدولة لتأصيل وتمديد مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الفئات غير القادرة من خلال تكريس سياسات العدالة الاجتماعية فتم العمل على تمديد شبكات الأمن الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشرية فضلاً عن إطلاق البرامج والمبادرات التي من شأنها النهوض بالأوضاع المعيشية للفئات الأكثر احتياجاً ودعمها مادياً ففيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين أطلقت القيادة السياسية مبادرة حياة كريمة التي أسهمت في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الريفية الأكثر فقراً من حيث السكن اللائق وخدمات الصرف الصحي والمياه النظيفة والتعليم الصحة كما تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصرية مستهدفاً 4584 قرية في 222 محافظة أما فيما يتعلق بالمبادرات الصحية فقدمت مصر دروساً للبلدان المختلفة في كفاحها ضد التهاب الكبد الوبائي وعلاجها لفيروسي عن طريق تنفيذ برنامج فحص وعلاج وطني لأكبر عدد من السكان خلال فترة وجيزة فضلاً عن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل وأطلقت الدولة أيضاً حزمة مالية لتحسين أجور العاملين وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وتم زيادة الفئات المالية للمستهدفين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% وعلى مدار السنوات الماضية تمكنت الدولة من وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية استطاعت من خلالها تقديم العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجاً سعياً منها لتوفير الشبكة أمان اجتماعية لا سيما في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية